بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة إن شاء الله هنكمل شابتر 4 لالستريب فوتينج وناخد الجزء الثالث وهو استكمال لخطوات تصميم الأعدة الشرطية. إحنا خذنا في البارت السابق إزاي نجيب الديمينشنز بتاعة الستريب فوتينج وبعدين إزاي نقدر نجيب الستريس تحت الستريب فوتينج نهاردة إن شاء الله هنشوف إزاي نجيب المومنت على الستريب فوتينج. طبعا زي ما انتعارف إن الكريتيكال سيكشن بالنسبة للستريب فوتينج للمومنت هي على وش العمود. بس خلي بالك دي على أساس إن الحيطة بتاعتي خرصانة مسلحة. يبقى أنا هاخد الكريتيكال سيكشن عند وش الحيطة. يبقى لازم أجيب السي آي بتاعتي. يبقى السي آي بتساوي البي أرسي مقصي البي وول على كام اتنين. طيب طبعا إحنا عارفين إن المومنت بتاعي كانت ليفر فهيطلع للمومنت بالشكل ده. لكن الكريتيكال هنا فلو عايزة أجيب الام اي ديت هجيب الام اي ازاي. هتبقى الاف يو ان في واحد في سي آي سكوير على مين على اتنين. يبقى ولقد أجيب المومنت الكريتيكال بتاعي. من المومنت ده تقدر طلع من الدي بتاعتي? الدي بتاعتي بتساوي سي واحد اللي هي بتساوي خمسة في جزر الام ا اي على مية في الاف سي يو. ده المية اللي هي عرض الشريحة اللي انت اواخدها. احنا نتفقيين إنه احنا اواخدين عرض الشريحة هنا كم? لو تفتكر ايلين واحد متر يعني مية في الاف سيو بس خلي بالك الاف سيو دي لازم تكون بكم? متين وخمسين كيلو جرام على سنتيمتر مربع يعني ما تحطهاش ايه? ما تحطهاش خمسة وعشرين وهنا الامة اي برضك لازم تضربها في عشر قس كام قس خمسة. جبت الدي بقى بتاع الانفورسي الكونكريت بتساوي دي زائد كام زائد سبعة سنتي ودي بتقرب لاقرب خمسة سنتي. في ناس قالت المينموم بتاعي اربعين سنتي بس ده بيبقى للايزوليتد لكن بالنسبة للستريب الصغيرة دي بيبقى المينموم بتاعي كام تلاتين سنتي. قربتها. ويبقى انا جبت التي ار سي. هل بنعمل هنا على الستريب Footing? لا طبعا ليه? كلمة بنشنج يعني العمود بيختارب الايه? الاااااه الااا ااا ااا انا انه هنا مفيش عمود ده هي عبارة عن حيطة. فالحيطة هنا مشايخد لها ايه اا Syd mercy لكن ممكن نعمل لها اا ااا اا اا و expand. شير اااoo طيب نجيب الشير ازاي بقى؟ طبعا اتعلمنا ان الشير بيبقى critical section على بعض mean d. فلو المسافة دي كلها c i اللي انت عايزها يبقى المسافة دي قد ايه? c i ناقص mean ناقص d. وعندي هنا ال fun اللي هو من تحت الفوق. وده الفيليار بتاعي critical section. يبقى critical section معروف انه على بعض d. اقطع واجيب بقى الشير هنا ببساطة خالص. يبقى كيو الشير بتساوي fun في واحد في c i او c1 ناقص mean d. ما اقولش c1 عشان او c i عشان هي c1 اصلا ما عنديش c تانية ما باخدش في الاتجاه التاني. يبقى كيو شير عشان اجيبها stresses عبارة عن كيو شير على مين على مية في ال d. بالكيلو جرام طبعا على السنتيمتر مربع. يبقى لو عايز اجيب المسموح بيها او الشير المسموح بيها ما تعلمنا في ال isolated footing. هي عبارة عن point seven five. في one point three. في point five. في جزر FSU على جاما سي. وجاما سي معرفوه ان يبقى كام بواحد ونص. يبقى قدر طلع كيو سي. اللي غالبا لما يبقى ال FSU بتاعتي ميتين وخمسين بتطلع لي six point two a nine كيلو جرام على السنتيمتر مربع. طبعا لو كيو شير اقل من كيو سي يو يبقى في الحالة دي الحالة سيف. اما لو لقيت طبعا الكيو شير مالها اكبر من طبعا هنا يساوي اكبر من كيو مين سي يو يبقى انصيف. يعني انصيف يعني سيبي المسألة واخرج? لا مش هسيبي المسألة واخرج ولا حاجة. انا هزود الدبس بتاع الاعدة عشان تقاوم الشير بتاعي. شكرا. اشتركوا في القناة